اي صنايع بيشطب عند حد الناس تشكر هو انت بتجيب براميل والناس بيسبوك تخزن 3-4-5 براميل بعد ما تخلص شغلك ما تفضيش الماء على السقف لان انا معظم المشاكل اللي انا بروحها بسبب ان الصنايع بعد ما خلص شغله فضل براميل على السقف الخرصانة دي بعد السبع تيام ما تشوفش الماء تاني السقف دي تراشه سبع تيام من يوم الصب بعد يوم الصب بسبعة ايام ما يشوفش الماء تاني خلاص ممنوع ليه لان هو خد ايه الماء الكافية اللي هي بتعمل التسلط بتاع الخرصان بتعايز ماء تاني يعمل بقى ايه اي ماء تاني تخش تعمل تفاعلات بقى مع عملاح الكريدات وعملاح الكبريدات اللي موجودة تصد الحديد تعالوا شوفوا المشكلة دي اهو ده مثلا ايه ده العمو بيعي هنا في الزاوية دي وده المفروض ان الفاصل اللي انتو شايفينه ده ده كانت ليفر او زي ما بنقول بروز فطبعا حبوا ان هم يضيفوا الجزء ده في البيت فراحوا بنوا على الحيطان وصبوا جزء الخرصانة ده بفاصل تماما طبعا احنا مش هنقول في خطورة ولا ما فيش خطورة لان المباني اللي هي الحوائط الخرصانة التركيب بتركب بالمنظر ده وليها طريق التحميل معين احنا عارفينها لكن انت متشتغلش في فطرتك لانك انت بص من كتر الحمل شرخ الحيطة بصوا الوزن كله نازل على ايه على حتة حيطة 12 سانتيعي فشارخها المفروض ان انا اعمل ايه بقى الحل هنا بقى عشان الناس ما تزعلش تعالوني هنا هتعامل ان انا كاني بعالج الكنتليفر ده كاني انا بعالج الكنتليفر ده هجيب هنا الحديد هيمشي الحديد من فوق السقف من فوق السقف ويلف حتة الخرصانة دي ويرد بشوكة تاني لغاية نهاية الحيطة دي اللي هي هتبقى المفروض الكاميرا واللي فوق هتبقى رجبة المسافة دي سواء دي بقى متر وربع او كزا هنخش مرة ونص البروس جوه وياخد غطة من تحت وغطة من فوق ويتلبش او يتصب بالمدفع